موسيقى السلام عليكم مخوتي وشارككم لا بس بخير بون جينا نتكلمو في مواضيع عيدة على كل حال هذا الفيديو في مواضيع عيدة على كل حال كان واحدة اليوتيوبر شفته على كل حال يتكلم علينا على كل حال كما قلو من الجماعة اللي عندهم نفس الاتجاه على كل حال كان واحدة اليوتيوبر راح نتكلم في الموضوع هدايا هل كما قلو ردوا على الصحافة ولا مردوش على الصحافة ونتكلموا في الموضوع التاني المحاسبة هذه اللي راهي صارت على رؤساء الانتحادية ونتكلموا بعد الانتخابات الرئاسية وش راح يكون وش ما راح يكون هذا هو الفيديو تاعي على كل حال الأخ هدايا اللي سمعتوا قالهم وصلوا رسالة الخونة هشام على كل حال باللي أولا قالهم باللي كما قلو يتكلموا على وسمو يتكلموا يعني غير بيناتهم الشنوى وكذا وكأننا نحنا ما كانش مو دائما نقول باللي حنايا وبعض اليوتيوبر وكثير من اليوتيوبر وانا شجعت لي يوتيوبرا بزاف شجعت لي يوتيوبرا بزاف وعطيت باريزومبل بزاف اللي حطيتهم في القناة منهم آمين هدايا منهم عتمان تانيك من بكري من بكري وخونا الشنوى وخونا الحاسين من بكري وانا ندعم في القناوات على كل حال ام كان قناوات تانية كما يركوا تشوفو فيهم الهنايات قدروا تدعموهم بخوتي تكتبوا الاسم التحية ورجلك روحوا تدعموهم هذه النقطة اللولانية المهم كما قلو راني جاوبتك أنا كنت تكلم على أخويا شنو ولا على أخويا الحس لأنني عندي علاقة معهم معرفهم وعندي أرقامهم ونتواصل معهم يوميا يعني من العادي جدا جامعة تكلمت معك في البري بي يعني نقول مواقع تواصل اجتماعي أو بعض اليوتيوبر وقلت بيك خطراء باليام خرجوا بزاف ليوتيوب بلوصا في بليزير بكين نتكلم على أخويا شنو ولا ماشي مع انتنتو ما ما كانج نو نتكلم على أخويا شنو ولا نتكلم على أخويا الحس لأنني متواصل معهم يوميا نعرفهم 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 مليح ركفاهم هذه يعني ما متوسوش هذه النقطة اللولانية النقطة التانية اللي جيت نتكلم فيها كاين بعض القناوات ضد العصابة وكذا يتكلموا يقول لك كاين بعض القناوات يتكلموا يردوا بزاف على باريكزمبل الإعلام وكذا وراهم كما قلون مرمو ما يردوش عليهم ويهتموا بأمور واحدة وخرى باريكزمبل فلسادي وكذا حبيت أن نطرح لك نقطة وهذه مش يمليه لأنت كيوتيوبر عندك عقلية أنك ما تردش ما تردش بسع مجيش تأمر الناس أو مجرد مسيحة تنصح فيها نعطيك أن الرأي تاعي باش تفهم المقصودة تاعي العصابة هذي اللي رك تكلم عليها العصابة هذي باش راهي باش طلعت باش راهي باش راهي عايشة راهي عايشة بالإعلام والإعلام هو كما قلون للدولة الثالثة أو كيف يسموه يعني الإعلام هو اللي يمشي الرأي العام الإعلام لأن العصابة هذي هل رك تشوف انت يخرجوا يهدر يوميا كما كنا شوفوا زفزاف عدة مؤتمرات صحفية أو فلماطر أو عدة مرات يخرجوا زفزات كانوا يخرجوا هل صادية راهي يخرجوا يهدر؟ صادية خرجوا بعد مربحنات ضد غينيا فالخسارة ما باش مور لما تشتع مور للاقوب داتريك ما باش صادية وعنده إعلام راهي يخلص فيه هو اللي راهي يتكلم باسمه وهذا الإعلام راهو يحاول كما قولوا يوجه الرأي العام هذي الإعلام راهو حيب يدير مغالطات هذي الإعلام راهو ينشر في أمور كذبة هذي الإعلام راهو يتنوفق فاحنا مردو على الإعلام متاعه وكي تريي بلو الإعلام متاعه العصابة متلقاش باش تخدم وكي تريي بلو باركزو بلاتيق واحد اللي كان ينتاقذ فيهره وراهو وكان ينتاقذ الصوم فيتيران ادرنا عليه فيديو في بيرافو وقال لك كما قولوا عصابة ووضكة ولا يطبل لهم يعني كنجيبولو وش كان يقول باش نتأكدولو بالليرة ومياكل الخمس يعني إحنا الإعلام التحهم راهو يخدموا به المادة الدسمة التحهم هي الإعلام باش نعطيك دليل انه الإعلام التحهم واللي يتكلم علينا لي أنظر ريناهم صادي مراوش يخلجي هذر باش رد عليها نايا نردنا عندي قناتي باركزوب نحكي على البانون نحكي على الليكيبنسونا نحكي على الأخبار نحكي على كده ونرد تانيك على الإعلام الرد على المغالطات الإعلام هذا يا لقبل صادي كان ينتاقد وكان داير حالة وكان يقول ننتم من حقنا ننتاقده في الهدف في كل براتوات زائرته وكذا من حقنا نحن نرانا في دولة ديمقراطية ومن حقنا ننتاقده كانوا ينتاقدوا بفوز فوز ضد غنياب تعادل ضد جنوب إفريقية يرجعوه كأننا نربحنا لبرازيل رك فاهم الإعلام المنافق هذا اللي أنا نرده عليه الإعلام ضريناه رك فاهم باش و لو يعني ننتاك يوتوبر رك ضد العصابة هذه أخطيك تدير سراعات مع يوتوبر نفس الطريقة تاعتك رك فاهم وش حبيت نقول لك أخطيك عندك عقليتك ما طرتش وما طرتش وما طرتش ولي حبي يرد يرد على روحه وما عندك ما دخلك وعما تتكلموا على معطاوي ولا تتكلموا على معزوزي ولا مرانيش ندير فيديو باش ندير فيديو أنا على بانيش هراني ندير هاد الناس هراني شجحتهم لأن قلال كيما هوما حتى منهم اللي يتواصلوا معنا وقال ناقلوا ندرتوا بنا القراج وبارك الله فيكم والداليل أنه معطاوي تكلم علينا الداليل أنه ماجد بطمين تكلم علينا فهذا دعم نحن رانا نكسروا في الإعلام العصابي ورانا كيما قولون شجعوا في الإعلام اللي كيما قولوا اللي يراهو اللي يراهو كيما قولوا يهدر الحقيقة فما تجيش تمنعني أنني نكسر الإعلام للعصابة وندعم الإعلام اللي صالح هاد الأمر ما تديرش انت ما تديرش بصح ما تأمرني متضلش تهدر كل فيديو هادو كايين كده اللي يرم معنا ونور مرمو مع هدروش ما نهدر ما تجيش توريلي وش ندير في القناة التعيبي كل احترام راني نذر معك يعني راني جاوب فيه كبير هاد الهدرة أهدر وش حبيت بصمات مدخش راك في اليوتيوب كل واحده طاريخ وانت عندك طريقة وانا عندي طريقة هذا اختلاف ومليح حاجة نجو الموضوع الثاني الموضوع الثاني على الوسمه جاوني بعض التعليقات على بالي مشكلهما تعلي خلطه المحاسبة تبدأ في كل الرياضات أولا تبدأ ثاني في الاتحادية من وقت راورا وعليش من 2017 و2022 يعني انتم مجبت توروحكم فهمني حبيت نفهم ما نشي اللي يلا ومحيرني وبعد ذلك ندخل بعض الانتخابات الرئاسية داخل موضوع مهم جدا فهمني وقت العصابات ووقت العصابات ووقت نهب الاموال الحقيقية اموال ملايين وقت اش كانت كانت في أهدف بوتفليقة صح ولا لا لا صح الجانع عرب ذلك والعصابات بزات راهم في الحب صح ولا لا لا في وقت بوتفليقة كانت أكبر سارقة كما يقولوا في التاريخ في الجزائر عصاباتا يقول لك استولاوا شو هذه العهدة اللي كان فيها ورواك كان في هذه العهدة يعني في الناس اللي كانت في وقت العصابات وقت 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 حبيت تفتح تحقيق من 2017 هذا الأمر يضرهم هذا الأمر راني يقول لك يضرهم كنت تهضر لهم هذه الأمور يعني ينجنوا يقول لك تابعين الزتشي يدخلوه للحب الزتشي هل تقدر أنت تقول أنت خروطو أنا لا أتشرف عليكم لأنتم موجين أنت خروطو أنا راني يقول حاسبوه مجاع من الفلان حتى الفلان هكذا ولا لا لا واللي يدار يخلص سواء الزتشي سواء زفزاف سواء عمارة سواء أرى وراه هل تقدر تقول هذا الشيء؟ فكرة تبنى قال إدارك تايق من نفسك وتايق من أرى وراه قال عادي جدا وشركوا تايق حبين زعمة دخل وراه وراه نحن رانا متأكدين باللي يرى وراه واساطي دخلوه للتحقيق دخلوه للتحقيق وتباني الحقيقة بساعدهم تخافوا من هذا الأمر هاو أنا يا أخير أتقولوا تابع الزتشي اللي أنا انضل ننتاقت فيه اللي انضل ننتاقت فيه وسميته الزرنة سميتوني تابع العمارة اللي ما خليت لهش الناس راني ينتاقت فيهم تقولوا لي تابع اليوم وانتوما الناس اللي ركوا تطبلوه هم شي تابعين ليهم لله في سبيل الله دخل هاي دخلهم للتحقيق دخلوا التحقيق وشوفوا الحقيقة دخلوا على وراه وإذا طلع بارئ بارئ دخلوا الزتشي إذا طلع بارئ بارئ ودخلوا الزتشي إذا طلع داير يخلص هايلك يخلص أموال الشعب وهذه بلادنا يخلص جميع واحد يسرع في البلاد يخلص سواء الزتشي سواء أروراوة سواء الزبزات سواء أقدر دخل لي أروراوة في المعماعة انا هايلك الحيادية هايلك الدولة اللي تخدم حاسبوا مش غير هادو انا قلت مش غير هادو في جامع الرياضات في جامع منظومة الرياضية كامل ديرولها محاسبة من عام تقيوس وجبد باش تصفوها ضربة حبيت تدخل لي في راسي وقت بودفليقة اللي كانت اللي بحبوحها وسارقة الأموال بالجملة واللي بروجي وكذا ومنا هذه قامة تجبدوهاش تجبدو لي من 2017 يا أخي من 2017 يا أخي رئيس تبون وعهد جديد ودولة جديدة نحاسبوا في الدولة جديدة ونخلوا الدولة للعصابات فهنا تدخل هالي في راسي ما تستحمروا الشعب الجزائري حبيتوا تدخلوا زلتش يدخلوا إذا راهوا دائري يخلص يخلص ويسهل إذا راهوا دائري يخلص ويسهل هل تقدر تقول نفس الكلام اللي أنا يقولوا تقولوا على العرا وراوة إذا ما ركش خايف خليه يدخل بالتحقيق وتبهى الحقيقة باللي ما درواله كي ما ركوا تقولوا لنا صح أو لا 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 النقطة المهمة اللي حبيت ندخل ليها يا أخوتي أنا تعبت من الحكومتانا بكوا صراحة تعبت لأنني أقول لكم أمور شعب شعب يعني شعب يعني أقول لك أنا وصلوا الناس يسبوا الشعب في بلاطوات لحياة الإيمانتونادي ما بلاطوات يسبوا في الشعب أبيض بالماضي أهي شر شعب غير متحضر شعبي ما تصرفي حتى بلاد يعني حتى في كوريا الجنوبية هذه الدكتاتورية وتلقى جيم كورن هذا كل ما لابا ليش تلقى فريزون دائما يحب كما يقولوا يرضي الشعب التاعو حتى لو قاتلهم صح يحب يرضيهم أهتم الناس يتصرف في الشعب لطوات الحكمة لا تتحرك الأمر فيه إنه فهذا كما يقولوا لي بعد الانتخابات ثم كما يقولوا بعد الانتخابات تببونا رح يدور عليهم شوفوا يا خوتي أعطيكم أمر مهم جدا بعد الانتخابات إذا بقات الحالة كيمة هذه يعني الدولة راه يرادية ما تكسر رأسك ما تعييه رأسك ما زلش نادر قاعد هذا الموضوع والله يسهل على كل واحد وخليه مدام الدولة راه يرادية والذي يلحقوا بالون سوق الانتقالات في كيف ناصيون الخسرة نورمالة ربحة نورمال بعد الانتخابات الرئاسية إذا ما تحركتش الدولة ونحناش الشعب هذا شعب هذا الشعب هذا اللي رأيهم يسيبوا فيه في البلاطوات يعني الدولة راه يرادية على هذا الشيء هذا فما عندك ما تدير إذا الرئيس تاعك والدولة تاعك راه يرادية على الوضع هذا ما عندي ما ندير أنا كيوتيوبر فرح نمكي ما نقوله الله يسهل راهي إليكم كل واحد يدير وشي يحاب وكل واحد الله يستقل لي تستسلم أنا ما جيش لنا يا باش نحارب رك فهم أخي المواطن أنا راني نعطي نصائح ولا نعطي الحقائق وكاين ملفات تقدمات وكاين 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 وما فتحواش تحقيقات انت كنت تشوف قلت لكم دي خطرات برناوي وزير سابق وزير مشي وزير سابق يقول لهم تفتحوا تحقيقات على بيراتهم كاين ملفاتهم ومخبوهم وما يتفتحواش تحقيقات وزير تكلم باللي كان أمور خطيرة راه يتصرها وزير يتكلم على بيرات يقول لك راهو يخدم لي صالح المغرب والحكومة وما تفتحش تحقيقات الأمر يعني ما عندك ما راح تدير أخير مواطن هذا وشا نقدر نقول لكم في هذا الفيديو خاوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام هشتركوا في القناة سلامتكن رك minimا